قليلا بسيطة نصيحة لكم أنتم غير الكوريين ترجم بسرعة أنتم الآن هنا هؤلاء صنعوا لكم معروفا الكوريين لا بد أن تكافئوهم ماذا نصنع نحن تجاه الكوريين كما هم يؤدوا لك حقوق أنت لابد أن تكافئوهم ترجع لهم شيء من هذا الجميل الآن أنت يعلموك وهذا يعمل مع الكوريين وهذا مثلا كهذا يعني لابد نتعاون معهم نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضا الله عليهم لا تقول أنا عربي هذا غير عربي لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يريد هذا مثلا يصلي تعال أنا أساعدك أصلي معك أنا أصلي بالصوت مرتفع وأنت تصلي معي تتابعني تقول له تعال أقرأ أنا وأنت الفاتحة مثلا لماذا نحن نتعاون هذا الآن طالب يتعاون مع الكوريين في العلم ولكن لا يتعاون مع الكوريين في الدعوة إلى الله في تعليم الشريع لماذا أهل كوريا الآن مسلمين و كفار ينظر لهذا ماذا يصنع هل يكذب هل يشرب الخام هل ينظر إلى النساء أو لا نعم كوريين انظر إلى أنك كم مسلمين ماذا تفعلين هل أنك مخصوص أو هل أنت مخصوص أو هل أنت أمم هل أنت أمم أمم ماذا تفعلين فلابد أن نكون نحن الآن هنا سفراء للإسلام أنت تمثل الآن الدعوة للإسلام هنا نحن 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 مخصوص إسلام نحن 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 الآن عندنا وشائل دعوة متطورة الحمد لله الحمد لله دعوة